التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزير البترول والثروة المعدنية لبحث عدد من ملفات الوزراء وخلال اللقاء أكد وزير البترول أنه يجرى تنفيذ بنامج سداد مستحقات الشركاء إلى جانب بانتظام مشيرا إلى أنه تم استقبال الحزمة التحفيزية الخاصة بالبحث والاستكشاف التي أعلنت عنها الوزارة بصورة إيجابية من كل الشركاء الموجودين في مصر أو خارجها كما أوضح وزير البترول أنه سيتم معقد اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لتحفيزهم على الدخول باستثمارات في قطاع البترول خاصة في مجالي الانتاج والاستكشاف مضيفا إلى أن الوزارة قدمت حزمة حوافز تهدف إلى تشجيع زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبعي وذلك كهدف أساسي يعمل عليه القطاع مع الشركاء في مجالات البحث والاستكشاف والانتاج إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الانتاج البترولية